بسم الاب والابن الروح القدس والله الواحد امين قبل ما اعرى الانجيل وقبل ما اتكلم عايز اقول حاجة يمكن الواحد بيعيشها كتير اذكر في سنة 75 طب انا اغلبكم كان لسه متولدش في سنة 75 رحت يعني في مشكلة ولما رحت المشكلة كانت مشكلة كبيرة او اكبر من طاقتي بكتير فسألت نفسي السؤال ده تم فيه 3000 كاهن في القطر المصري ايش معنى انا اللي اروح وايه اللي خلاني قلت اه كان ممكن اقول لا وما رحش ف فبالليل كده كنت في زيارة من الزيارات مجموعة كبيرة من الجمعين ضد كنيسة واعدت معاهم فمن كتر المناهدة معاهم نزلت دايخ 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 يعني فجيت هركب العربية بشهد رسوق فركنت بالعربية في حتة على مرؤى درسوق وبعدين سألت نفسي السؤال ده ليه انا قبلت اجي في وضع زي كده فقلت النفسي السؤال تم صحيح فيه 3000 كاهن كان ممكن اي واحد منهم يجي لكن اي ام لكي ان انا ادخل في الضيقة دي لانا حتما هطلع بخبرة محدش اخدها زي وبالفعل بعدها اخدت القرار ان الفكرة ده ما يجينيش ابدا وانا انا اعتبر نفسي يعني دي ايد ربنا الحلوة اللي جابتني في التجربة لانا بناخد فيها خبرات يمكن من اسبوعين برضو كنت بقول فقعدة من الاعدات زمان كالواحد اقول يعني يا عزك ابونا بشوي مشيت وانت سنك صغير وما عصرتش الايام المرة اللي احنا عايشين فيها لكن قلت في نفسي مرة تانية انا سعيد ان ربنا الداني اكون موجود في هذه الايام اللي حصل فيها انفجار العربية وشفنا خبرة ما شفناهاش قبل كده شفنا عيال صغيرين يعني اذكر بنت صغيرا اسمها جوليانا عيالها صغيرا بتحكي لمامتها في كنيسة لديسين وهي طلع على البات لما ترامت فلقيت الادين المتقطعة ورجل جاية عليها تخيل بنت في تسع سنين ونص وعليها شوية يعني اشلاء بتاعت ناس ميتين تبقى منظرها ايه؟ والدم طبعا سايح والكعب بتاع رجلها بقي زي الازهاج مداشتش ففجئت ان حد ماسك ايدها بيقولها قومي فقامت ومشت ووصلت لمامتها فالأم مستغربة تلاقي ماما ما تستغربيش في يد شالت الجسم من على جسمي ومساكتني وهي اللي شالتني جابتني لغاية عندك ولما راحت المستشفى طبعا وبصوا للقدم كعب بتاع القدم مداشتش الدكتور بيقولك انت بلقت حتة حتة من العدم عشان ارزقها جنب بعض فوقفت تقوله قدام الكل تقولي بابا يسوع قدي انا فرحانة ايه يعني اللي جاني ده جنب اللي انت استحملته من اجلي وقبلت الصليب فبقول لأبونا مقار بقوله الام بتقولي كذا كذا قال لي ده حاجة غريبة اوي قال لي كل اللي اتعوروا في الاحداث دي كلهم بلا استثناء ولا واحد قال اي وقالوا محسناش بألم فتذكرت القصة بتاعت القرن التاني لما واحدة في السجن بتولد فبتصوت فالحارس بتاع السجن بقول لها مالك بتصوتي قالت له حالة ولادة فقال لها اذا كنت مستحملة الولادة وما البكرة تعملي ايه ده بكرة الكل حيتقتل فقالت له النهاردة انا بتقلم من اجل الطبيعة لكن بكرة المسيح هو اللي جابني هو اللي حيتقلم مش انا اللي حتقلم وبالفعل يقولوا ان هي بتستشهد ما صرختش ولا بكت بينما وهي بتولد كانت متعلمة جدا احنا يعني صحيح لاهوتيا غلط لكن اقول ان احنا عشنا في الجو ده يعني خبرة عمرنا ما عشناها ولا شافتها مصر بس الشطارة ازاي نطلع من الخبرة دي بحاجة حلوة يعني ما بكرة لما يبقى عندكم ولاد تقولوا ياه في سنة 2011 حصل كذا وكذا وعد كذا واللي انت بتتكلم عنه ده دي قل انت فيها دي ده شغل عيال جنب اللي احنا عشناه هتبقى خبرات جميلة بتكون في الانسان شخصية متكاملة حية بس ازاي الواحد يتعلم منها فالسؤال او الاسئلة اللي بتجينا اليومين دول او اللي بتخطر على بال كل واحد فينا سواء كهنة او من الشعب يا تارى ايه دوري هل الكنيسة مفروض تتحرك الى اي مادة تدي رأيها ازاي ممكن الانسان يبقى شجاع وما يفقدش روح ربنا وازاي يعمل بلانسنج او موازنة بين هدوء الفكر وبين الجدية وبين ايضا الحرية او الارادة الحرة اللي دهاني ربنا وازاي ممكن يكون الانسان شجاع وفي نفس الوقت غافر للاخطاء ويحتمل تعب الناس دي اسئلة موجودة وبنسمحها كل يوم سواء في التليفونات او في المقابلات اي ان كانت الظروف قدامي منظر بيشغلني وهو لما القديس يوحنة اللي بنسميه يوحنة زهبي الفم لما كان راهب وصحته اعتلت جدا وكان تعبان اوي صحيا فاضطر ينزل كشماس وبعدين اترسم كاهن اترسم كاهن يعدوه بترسم تاني سنة حصلت كارثة في انتاكي الامبراطور في اودوسيوس اللي في القسطنطينية اصدر امر بزيادة الضريبة بشكل كبير جدا فوق الاحتمال وطبعا كل الولايات الخاضعة للامبراطورية الرومانية الشرقية تلتزم بدفع هذه الدرائب فالناس عملوا ثورة وبالاخص الغوغاء وبالاخص الوثنيين لكن كله هاج وسنيين مع مسيحيين ورحوا على المدان العام كسروا تمثال الامبراطور والامبراطورة وولدهم ورموهم بالطين ولا بالزبالة بقي منظر صعب فصدر الامر من الامبراطور بتطويق مدينة انتاكيا وحرقها بكل الناس اللي فيها منظر شكله ايه ايه مشاعره وده لسه مرسوم كاهن من سنة يعني هيقول للناس ايه زهبي الفم اخد موقفين متكاملين الموقف الاول راح لل رئيس الاساقفة او البطرق بطرق انتاكيا كان اسمه اوزان فيلافيوس وقال له انت قاعد تهم ليه رجل شيخ كبير في السن عجوز قال له تقوم دلوقتي تطلع تقابل الامبراطور من انتاكيا يروح للقسطنطينية وفي سن كبير قال له تروح واملع عليه الكلام اللي يقوله يعني من ضمن متذكر بعض العبارات اللي كانت بتتقال قال له كده بكل صراحة تقول له ان لم تغفر لشعب انتاكيا لن يغفر ليك ربنا خطاياك ان لم تغفر لم يغفر مين ده الراجل في حالة ثورة والناس كسروا له التماثيل واستهزأوا به وقالوا عليه كلام بايخ هو وامراته وعياله وبعدين يطلع البطرق بدل ما يقوله عشان خطري وسامحهم ودي غلطة والناس شرار هم من الآثرهم قال له لا لا بتقوله كده تقوله كده خليك صريح تقوله واحدة من الاثنين يا تغفر فيغفر ليك يا ما تغفرش فلا يغفر ليك موقف فيه ايه؟ فيه شجعة وبأدب ولكن فيه روح الحق في نفس الوقت يعني هو كلم في فليبيان يروح يقابل الامبراطور وهو بدى يعمل اجتماعات يسموها اجتماعات او عيزات التماثيل لهم ليس أوف ستيتيوز عيزات التماثيل على ساس المهم انكسروا التماثيل بدى يكلمهم عن التوبة ويقولهم كل اللي حصل ده لان القلوب فسدانة وملخبطة وبدى يكلمهم عن اخطاء كانوا طبعا منهمكين في المسارح واللعب وأفكار الغلط واللخبطة فبدى يلهب قلبهم بالتوب لدرجة عدد كبير من الوثنيين كانوا يجوا يحضروا هذه العزات فكانت الكاتدرائية انتاكيا تبقى مليانة والناس برا وتوجهت انظار العالم كله مين هذا الاسيس الواقف يكلم كل هذا الشعب بهذا الجبروت فيه أوحش لحظات يعني مرة يعني فيه كارثة هتحل بالبلد وهوقف يتكلم بكل قوة وبالفعل رجع رئيس الأسقفة أو البترك ومعه العفو عن الشعب فعامل ثلاثة عزات الحقيقة أنا مشغول بيهم اليومين دول اسمهم داود وشاول غالباً ألقى هذه العزات أول مواصل البترك أو قبلها بشوية أو بعدها بشوية أنا في نفس الجب فنحارا الأصحاح 24 من سمويل الأول وأقول لكم تعليقات يوحن زهبي الفم بما يتناسب بهذا الجو اللي فيه إيه اللي فيه خطأ من جهة الشعب لأنه لخبط وتحدى الوضع الطبيعي إنه يرمي تمثيل الإمبراطور أو العيلة الملكة بالقذرات وفي نفس الوقت عنف الإمبراطور وأيضاً العفو اللي جايبه البترك يعني عايز أقول حاجات كلها إيه مثيرة إيه موقف زهبي الفم فحقر جزء من الأصحاح 24 وأقول لكم على تعليقات زهبي الفم في هذا الموضوع يقول ولما رجع شاول من وراء الفلسطينيين أخبروه قائلين هو داود في برية عين جدي فأخذ شاول ثلاثة ألاف رجل منتخبين من جميع إسرائيل وذهب يطلب داود ورجاله على سخور الوعول وجاء إلى صير الغنم التي في الطريق وكان هناك كهف فدخل شاول لكي يغطي رجليه كلمة يغطي رجليه يعني يعمل دورت مية فدخل شاول لكي يغطي رجليه وداود ورجاله كانوا جلوساً في مغابن الكهف فقال رجال داود له هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب هنزى أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك فقام داود وقطع طرف جبة شاول سراً وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على قطعة طرف جبة شاول فقال لرجاله حاش لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي بمسيح الرب فأمد يد إليه لأنه مسيح الرب هو فوبخ داود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول وأما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف وناد وراء شاول قائلاً يا سيد الملك ولما التفت شاول إلى ورائه خر داود على وجه إلى الأرض وسجد وقال داود لشاول لماذا تسمع كلام الناس قائلين هوذا داود يطلب أزيتك هوذا قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفعك الرب اليوم ليدي في الكهف وقيل لي أن أقتلك ولكنني أشفقت عليك وقلت لا أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو فانظر يا أبي انظر أيضاً طرف جبتك بيدي فمن قطعي طرف جبتك وعدم قتل إياك اعلم وانظر أنه ليس في يدي شر ولا جرم ولم أخت إليك وأنت تصيد نفسي لتأخذها يقضي الرب بيني وبينك وينتقم للرب منك ولكن يدي لا تكون عليك كما يقول مثل القدماء من الأشرار يخرج الشر ولكن يدي لا تكون عليك ورأى من خرج ملك إسرائيل ورأى من أنت مطارد ورأى كلب ميت ورأى برغوث واحد فيكون الرب الديان ويقضي بيني وبينك ويرى ويحاكم محاكمتي وينقذني من يدك فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام إلى شاول قال شاول أهذا صوتك يا ابن داود ورفع شاول صوته وبكى ثم قال لداود أنت أبر مني لأنك جازيتني خيرا وأنا جازيتك شرا وقد أظهرت اليوم أنك عملت بي خيرا لأن الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني والإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أعيزك تتصور المنظر ملك بكل طاقاته ومعاه 3000 من جبار البأس بيجري وراء شاب صغير وكان واحد من الرجال الحرب اللي معاه عدد صغير شاول لمرة ولا اتنين ولا تلاتة بيبذل كل الجهد يخلص من داود وداود هارب وشاول واخد 3000 من المنتخبين من رجال البأس يعني أعظم رجال بأس في الجيش عشان يجيب داود يقتله فإذا بشاول يدخل في نفس الكهف اللي فيه داود ورجالة بتقوه برا داخل على أساس طبعا في منطقة جبال وكهوف فداخل يعمل دورة المية ولا حاجة وداوده رجالة جوا في الكهف فقال له بس دا اليوم اللي كان بيكلمك ربنا عنه انك هتستلم المملكة المالك في ايديك تخلص منه وتقطع رقابته وتطلع للرجالة بتاوته تقول له قدد ايه راس شاول انا هستلم المملكة فقال لهم ايه قال لهم لا 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 ما قدرش اعمل العاملة دي فجيه اعطي حتة قماشة من الجبة الايه من طرف الجبة يعني الجلبية بتاعته حتة صغيرة واول ما طلع شاول التاني ابن داه قال له يا سيدي الملك سيدي الملك انت كنت في ايديك وطلب مني ان انا اقتلك لكن انا مغلطش لانك انت مسيح الرب موقف جميل اول حاجة نلاحظها يقولها زهبي الفم شتان ما بين فكر شاول وامكانياته وبين فكر داود وامكانياته شاول ملك معاه جيش موضب ثلاثة الاف من اعظم جبابرة حرب عشان يجيب حتة الشاب الصغير ده داود مفيش تعادل بين الفريقين الفرق بين شاول وبين داود ان شاول يحمل في قلبه حسد غيرة كراهية تفكير بشري خطة بشرية اخلص منه ونبقى ايه الم البلد على بعض كفاية انقسامات وبقى انا الملك ومعايا كل الشعب يحبني فمفيش مشكلة هو المشكلة في شاول اخلص منه خلاص دا حسب البنطق البشر داود النبي انا انسان الله وهذا الانسان معين من قبل ربنا وربنا اداني ايدين مقدسة وقلب مقدس ولسان حلو ما دارش اسنع شر بس حضيع وضيع البلد معك قال معايا الهي اعيز احطك كده في مقارنة لطيفة يقولها زهبي الفم داود مع جليات وداود مع شاول داود مع جليات الجبار انسان ضخم وداود دا ما يطلعش حاجة جنبه انسان معاه اسلحة ومتحصن بال اللبس العسكري والتاني كل اللي معه حتة مقلاع وخمس ستة حجارة صغيرين مالس لموهم كده من الايه وهو واقف عشان يدرب بالمقلاع زي ما بيعمل لما يجي ديب ولا يجي اي حاجة يخوف بيها ديب لكن وقف داود الصبي وقال لجليات انت جاييني بسيف وبرمح وجاييني بطاقات بشرية انا جايلك باسم رب الجنود اللي انت بتعياره واذا بحتة الحجر الصغير يعدي وسط كل الحديد ويجي بالزبط في الحتة بتاعت الجبهة بتاعته ويضرب فيسقط جليات ويقف داود فوق جريات يسحب سيفه يضرب به راس جليات تالي يمكن اول مرة داود يستخدم السيف ويقتل انسان خبرة جديدة المرة دي شاول هو اللي بيجري وراء داود وكل الامكانيات في ايديه والجيش تحت امره حتى ولو بيصرب باش بقيراته لان الكل كان بيحب داود وداود انسان يعني شبه اعزل ولكن داود قال لا ده مسيح الرب فرق بين جليات وبين شاول جليات انسان كان بيعير اسمه ربنا شاول دا انسان مليان كراهية وبغضى وغيره لكن ما قدرش يمد ايدي عليه الاولاني يجيه شايل راسه راس جليات ليعلن نصرة شعب الله على الوسانيين وجاي بسيف جليات وبقي محتود في خيمة الاجتماع علامة ربنا اللي اداهم النصرة طب انهي موقف اجمل انهي موقف اعظم لما اتى الجليات واستطاع الشعب ان يخلص من كل الوثنيين الفلسطينيين ولا لما رجع داود وشاول راجع لنفس الشر بتاعه من جديد اول ملاحظة في داود النبي انسان خايف على ابديته ويؤمن تماما ان بالله اقوى من كل قوات الظلمة يعني حسب الحسابات البشرية هو ضايع ضايع يعني ثلاث تلاف عسكري مش عسكري يعني جندي يعني من العسكريين من القادة ثلاث تلاف متفرغين للانتقام من داود ومعهم الملك لكن داود انسان يقولك انا اؤمن ان انا بايد ربنا زي ما بيقول في المزمور انقام علي جيش فلا يخاف قلبي مش خايف من الموت الحاجة الجميلة في داود اللي اخذ فيها خبرة ان الناس اللي حواليه قالوا له الوضع بين ايديك خلصنا بقى قالهم لا اقصى ما عامله ان ايه قطع طرف الجبة بتاعة شاول ويقول لما قطعها ايه فضربه قلبه شوف يقول ايه ذلك ان قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول قال له تمدي ايديك وتقطع حتة من الجبة بتاعة مسيح الرب ايه دا دا انا ما قتلتهوش ولا سمعت للرجال ابتوعي ولا سمعت للمنطق البشري لكن فيك حتة يا داود ولو لمسة خفيفة من الايه من الاستياء من موقف شاول قال حتى دي بيش عايزة حتى دي بيش عايزة دي فرصة العمر بالنسبة لي ان انا اسمع ذلك الصوت الالهي قلب ابن يسة مثل قلبي فضربه قلبه ورفع عينيه وقال له يا رب دي فوق ارتي ما قددش واحد جاي يقتني وانا عملت معاه خير مرة واثنين وثلاثة وانقسته وانقست جيشه وانقست بلده وانا عملت كل الخير وبحبه من كل قلبي بحب ابنه يوناثان ده احنا بنعشق بعض انا ويوناثان بس جوه فيه حتة استياء مين ينظف الاستياء ده فرفع قلبه ربنا وقال وهو بيقول للرجال ابتوه بس هو بيقولها النفسه عاش لي من قبل الرب ان اعمل هذا الامر بسيدي بمسيدي مسيح الرب فابدي يدي اليه لانه مسيح الرب هو يتهياء للحتة ده لو نحطها كده بروزها سوي اجمل ما فعله داود في كل عمره انت خيال اي واحد فينا او اي واحدة فينا واحد بكل طاقاته شاحن كل الامكانيات لقتل هذا الانسان واقصى ما عمله ان قطع حتة من الجبة في التوب بتاعه حتة صغيرة عشان بس دي لما يطلع يقول له بص كده للجبة تعرف ان انا كنت جنبك السيف اللي قطعت بيه الجبة كممكن اقطع بيه راسك ومع ذلك يقول ايه قلبه ضربه ليه زهبي الفم اختار الفصل ده وتكلم عنه بعد او في الطريق بتاع رئيس الاسقفة وهو او الباتريارك وهو راجع ومعه العفو بقولهم اه صحيح جبنالكم العفو واندي الجد انت ولادي وكاولاد لي ادافع عنكم وكاولاد لي حمست الباترك الشيخ الكبير في السند يروح يواجه الامبراطور نفسه لكن خايف انكم انتوا جوه قلبكم ولو شوية استياء من تصرف الامبراطور يعني خايف على مين خايف على الناس دول لألا مجرد يستاءوا يقولوا ليه الامبراطور انسان متعجرف غلى او رفع الضريبة جدا ولما زعلنا كان عايز يحرق البلد كلها بالنار طب اقولك بصراحة كده في الاحداث الاخيرة اللي احنا فيها مين فينا كهنة او الشعب ممرش عليه حتة استياء من تصرفات البعض سواء اللي حصل في كنيستة الديسين او في العمرانية او في ناجة حمادي او الاحداث الفردية بتحصل او من حقي انا ككاهن او انت كشعب من حقك كشاب او شابك تقول التصرف ده غلط لكن ما يدخلش جوا قلبك حتة الايه حتة البغضة او الكراهية او الاستياء الداخل داود النبي لم يلوم شاول لكن عارف انه اللي عامله غلط طبعا حل المشكلة دي ازاي اولا رجع لربنا الحاجة التانية اللي حقيقة ركز عليها زهبي الفم فيها بارة يمكن انا شخصيا ما كنتش اخد لبالي ليها يقول له ايه شاول يقول له اهاز صوتك يا ابني داود ورفع شاول صوته وبكى ثم قال لداود انت ابر مني لانك جازيتني خيرا وانا جازيتك شرا وبعدها بشوية يقول له اني علمت انك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة اسرائيل احلف لي الان بالرب انك لا تقطع نسلي من بعدي شوف اللي بقى العمل الجميل اللي مش ممكن التاريخ ينساه والسمى ما تنساهوش قال له اهاز صوتك يا ابني داود زهبي الفم يقول ايه وهو بيكلم شعبه يقول ما قالش اهازه كلماتك يا داود لا لا اهاز صوتك يا ابني داود انت ابر مني فيه حتة جميلة يعني لحظتها في زهبي الفم هو بيتكلم هذا الشعب اللي كان فيه مرارة المر متوقع حرقه بالنار هو وممتلكاته وكل حاجته الحاجة الجميلة ان صوت داود غير قلب داود وغير قلب شاول قلب داود كان ممتعد ايه دا دا انا انقصته من جليات دا انا لما كان بيتعب كنت بضرب له موسيقى والروح الشرير يطلع منه دا انا اللي خدمته في القصر الملكي دا انا اللي املت وخليت وبعد كده عايز يقتني ومصمم على قتلي تم يقول لي يسيب البلد ومشي فيه حتة ايه فيه حتة استياء صعبة كانت في قلب داود قال حتى دي ما سبهاش جواي ايه اللي يشيل الاستياء ده لما ايه لما صوتي يبقى صوت المسيح هذا صوتك يا ابن داود مش كلماتك يا ممكن انا اقول كلمة حلوة وبتسم واقول ملطفة غيره لكن جوا ايه جوا تعبان داود من جواه صوته ادى نفس التون بتاع الصوت والطريقة هزت كيان داود من جواه فربنا قال له مادام طلعت الصوت الجميل ده هخلي قلبك جميل زي صوتك الجميل واشيل منك حتى حتة الاستياء دي وخليك انسان مملوء حبا واطداعا وثقة ويقين فيقول للملك ايه نقدر نلخص كل اللي قاله له يقول له انا عبدك يا سيدي الملك دا هو مش طيق ان يناديك باسمك بيقول لابنه يوناثان راح فين ابن يسا رجل الشاب الصغير ده اللي كان باباه راعي غنم جاي يدخل في منافسة معايا فشاول ما كانش قادر ينطع ببقه كلمة داود صعبة ان بكرهه اش طيقه وداود من جوا مستاء لما التون بتاع صوته بيقي فيه حب فربنا قال له ما تخافش انا مسؤول عن قلبك انا نضفه لك نضف له قلبه ونقاه وقال له انا هغير لك شاول ده فشاول يقول ايه لما سمع صوته رفع عشاول صوته وبكى ياه من واحد بش طايق يسمع اسمه لوقف كده يقول له ياه معقول يا ربي ده معقول هذا الشاب يحبني كل الحب ده ويتضع امامي ويسجد وانا كنت بين ايديه ده انا اللي مفروض اسجد اقول له مرسي انك انت مقتلتنيش لكن هو يسجد ورفع صوته وبكى وقال له انت ابر مني عايز اقول لكم نقطة او نقطتين متكاملتين من حقك الغلط غلط والصحة صح يقول في اشعية النبي ويل للقائلين عن الخير شرا وعن الشر ايه خيرا الجاعلين النور ظلاما والظلام ايه نورا ابيض ابيض والاسود اسود حد شيء ده رينكر دي ربنا ما اديك حرية ارادة ربنا ما اديك عقل ربنا ما اديك تفكير مش عامل الكنيسة انها ايه تجيب شوية طين كده ايه ايه وتغطي على الارادة الجميلة اللي اديها لك ربنا لكن في نفس الوقت فيما انت يبع عندك الحكم السليم لك ايضا القلب السليم المحب اللي يقدر يغير الناس يحولهم الى ايه زي ما حول شاول اللي رفع صوته هو بكى وقال له انت ابر مني وقال له انا دولاتي فهمت انك انت هتستلم المملكة احلف لي انك تسيب حد من ولادي اوعى تمدي ايدك وتقتل ولادي ايه ده ايه التغيير العجيب ده لما يهوشة فات الملك بلك يهوزة الحياة دي كانت يمكن بعد احداث الادسين كانت شغلان كتير لما يهوشة فات بس ليه تلات دول وقفين ضده مقاب وعمون وادوم اللي هي بني السعير التلاتة وقفين اعداد رهيبة من الجيش وهو غلبان قدم توبة فلما قدم التوبة عامل ايه ربنا بعت له النبي قال له ملك قال له ما انت شايفك الوضع قال له خد جيشك واطلع في ارض المعرك قفوا واثبتوا وانظروا قفوا واثبتوا وانظروا اعزان ده في اخبار الايام التاني في الاسحاح 20 فاخد المجموعة بتاعته ايه قفوا وقفوا وبصوا وثبتوا مفيش خوف وبعدين دخلوا مجموعة فرقة من فرق الايه من فرق الهيكل وقعدوا يغنوا ربنا احمدوا الرب فانه صالح وانه الى الابد رحمته نحمدوا على ايه لحنا جيش اعداد بلا حصر ثلاث جيوش متحدين ضدنا واحنا لا حول لنا ولا قوة وهم انواقفين كده جم عد بني امون وبني عمون فمر على بني سعير اللي هم انقادوهم قالوا الناس دولا وحشين بيعملوا مكيدة ضدنا فبني سعير بدوا يضربوا في الجيشين فالجيشين بدوا يضربوا في بني سعير على ما خلصوا عدوا بني سعير فبني امون وبني مين امون مؤاب جوه الارض المعركة كل واحد يبصوا يقولوا انت خاين يجي ضربوا يقولوا انت خاين اضربوا ودولوا واقفين كده يسمعوا التسبحة بتاعت مين بتاعت اللويين ان يقولوا احمدوا الرب فانه صالح وان الى الابد رحمته وبعدين بص الرقيب من فوق قال للملك انا شايف منظر غريب قوي قال له في ايه؟ قال له جوتس قتلى على الارض واقف مستني ايه؟ ده الكل مات ما حدش فيهم لرفع سلاح ولا ضرب حد كل اللي املوه قعدوا ثلاث ايام يلموا في الغنايم ويرجعوا بيها منظر ما يقبلوش يعني لو تقول دي قصة ايه؟ قصة خيالية قلت يا ربي معقول يحصل حاجات زي كده لعلكم تذكرون النهاردة اللي حصل في مصر العالم كله واقف على رأي مبارح عيلة بتكلمني بتقول لي انا ما كنتش هتخيل مصر مهمة جدا العالم كله الزعف امريكا سايب الاخبار حتى المحلية طول النهار بتكلم على ايه؟ على مصر بيقول لي ايه يعني مصر دي اللي اللي العالم كله مشغول بيها لا مش العالم ده السمت فتحت بتقول قفوا وانظروا واثبتوا وانظروا ولاد ربنا لما يتقدسوا صدقوني اقول دي تقديس الاطفال الصغيرين والشبان الحلوين اللي قبلوا احداث الديسين بروح الصلاة وبالاجتماعات الصلاة المستمرة والتوبة والرجوع لربنا فربنا قال خلاص انا قدبتكم عشان غلطتكم اللي عاملوا معاكم عمالية صعبة انا بقى مسؤول عنه سبوني عايز اقولك لا خلاص لنا الا بالتوبة لا خلاص لنا الا بالتوبة ارجع ونقي قلبك وشوف ربنا حيشتغل ازاي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله يعني اه من حقنا الحاجة الغلط الفساد اللي كان موجود اللي بيتكلموا عنه دولاتي كل الناس من كل المستويات من الشاب الصغير لمجموعة الوزراء لنائب الريس للريس نفسه لما اتكلم قال اه فيه فساد عايزيني صالح النهاردة كل العالم بيتكلم عنه الفساد فساد لا بدتش اقول عليه مش فساد لكن في نفس الوقت مين اللي حيصلح الموقف اذا القلب بيه نقي انا عايز اقول بقولها من اعماق قلبي كده انكم انتو وكلنا كهنة مع شعب لما نتقدس لله يبقى ايه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله شوف احبا ايه يقول ايه يقول له اهاز صوتك يا ابني داود صوت الثقة واليقين فالله مع اللطف والحنان والطريقة اللي اتكلم بها داود مع شاول غيرت قلب شاول فايه فبيقول رفع صوته وبكى بدا بدا ما بيقول له انت عدوي يقول له يا ابني داود ممكن تابع الابوتي ليك وتبع انت الابن اتبناك اوي اوي وبعدها يقول له انا علمت تأكدت دلوقتي انك انت اللي هتستلم المملكة احبائي تقديسكم مش لنفسكم اوه تفتكن لما تبع مقدس وترفض الخطيئة وتعيش طاهر تقول دا عشان ادخل السماء لا دا بيقدس الكنيسة كلها دا بيدي قوة في داخل الكنيسة تتحدى الظلمة وتتحدى الشر لما نرجع لقصة داود وشاول تاني نقول ان داود كسب حاجات كتير كسب حاجات لما حط معركته مع شاول ومعركته مع جليات لا يوجد وجه مقارنة مع جليات قتل جليات ورجع ماسك السيف بتاع جليات وجاي برأس جليات ويقول للشعب احنا غلبنا الوسانيين مع شاول طلع من المعركة قلبه نقي فكره نقي العدو بتاعه بيشتهي ان يتبنى داود انهزم فكر شاول وامكانياته وتطلعاته للمستقبل وقال خلاص المملكة حضية من ايدي بس ارجوك ما تنساش ولادي سلم ولادك في ايدين داود اللي انت عايز تقتله هو ده شغل ربنا هو ده شغل ربنا شغل ربنا اللي بيستغل على كل الايه بكل الاوجه من كل نحية لكي نكون مقدسين فيه ارجو ان احنا بحق كده سيبك من منظر البراني كل واحد يدخل الى مخدعوك ويقول له يا ربي انا نفسي اشتغل اول شغل عايزه روحك القدوس الناري يشتغل جواي يقدسني فاحب البشرية كلها بيش بحب مصر بس كل العالم ويش بس المسيحيين كل البشرية وقلبي واسع يشيل الكل واقول له نفسي اشوف البشرية كلها مقدسة ليك ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا فكر سليم عشان نرجع كده زي ما رجع داود يقول له يا ربي انا كسبت شاول وتغير قلب شاول وكسبت كل هذه الامور لحساب ملكوتك ربنا يسندنا ويعنا لالهنا كل ما يجده كرامة من الان و الى الابدامي احب اسمع اي كومنت او اي سؤال نعم بسماح من ربنا شوف انا بقول لك مشاعري كل امور العالم بسماح من الله وثقة ويقين كامل ان الله حيحول حتى المر للخير احنا في اول الاحداث طبعا كانت الدنيا مضلمة خالص كل الناس في حالة رعب المسيحيين والمسلمين واللي في البلد واللي ناس اللي في امريكا كله كان في حالة رعب في الايام الاولى يوم خمسة وعشرين وما بعد احساس الداخلي ان في اله ضابط الكل ياخد كل المر ده يحول الحلاوة فانت تقول له انا واثق ان العالم ده بتاعك وكنيسة ده بتاعتك وقلبي واكلني على كل انسان في العالم ها مش بنشمد في اي انسان حتى المساجين اللي طردوهم يا رب اديهم توبة وعيشهم ويكونوا مقدسين يا ربنا لكن لو انت بتشتغل زابط بوريس والايت واحد منهم هتقبضوا وتسلموا للسجن الثاني في فرق بين التزامي كانسان ملتزم في الدولة واطيع وبردو ان ده اخطأ ايت عاقب لكن حتى وانا بسلمه بشتغل خلاصه وابديته وبحب ان هو يوصل لربنا يعني نفسي قلبنا ما يتلوثش بالشمئزاز من اي تصرف او من اي انسان نشتهي ان قلبنا يبكى قلب الله اي سؤال ما لكم كده واخدين تدريب الصمت كامل صدقوني حييجوا ولادنا ده اللي حيجوز يعني هيقولوا يا عزكم عشتم في قصة ما شافهاش العالم كله حط دي قدامك انك بص البكرة انك حتقول واللي حييجي بعد كده تطلع ناجح وكسبان وفرحان ما تطلعش دبريست كده ومداية وكانت ايام مرة وكنا خايفين من المساجين ومن البلطاجية زي ما بيسموهم ما بحبش اقول الكلمة دي احنا في ايدين ربان شوف في حتة عبارة الزهبية الفم اللي ما بيعلق على كلمة ايه كلمة بدل ما يقول له هذا صوت ابن داود كلمة صوت دي شغل الزهبية الفم قوي يقول ايه يعني ما نروح ليهوشفات يهوشفات في حرب يجيب المجموعة فرقة المغنين من الهيكة ليغنوا تخيل واحد كده في معركة مثلا في غزة اللي حصل ده تخيل مثلا لو المسؤولين في مصر قالوا ان ايه نجيب فرقة المغنين يروحوا في غزة يعملوا حفلة غنى يقولوا له ايه اللي جرى لكم ده ده ناس بتضرب بالبومز والحاجات دي وبتهد وبتحرق جيش يقفوا قدامه جيش داود النبي قاوم شاول بالصوت الحلو فتغير قلب شاول وتجدد شاول وتشلت العداوة اللي جواه تحولت الى حلاوة او الى ابوة جميلة يقول هذا الصوت لو رجعنا الثلاث فتية فقتون النار قوموا النار بايه قوموا النار بايه تسبح مش فيه تسبح اسمع تسبح للثلاث فتية الصوت الثلاث فتية عامل ايه حول النار الى ندا يقول ايضا زهبي الفم واحد زي مثلا موسى النبي بس كده للبحر وطلع صوته المرتبط بالصليب العصاية ضرب البحر وقال له المية من هنا تقف والمية من هنا تقف وقفت ايه جبروت الصوت ده ايه ليه يا النبي الصوت بتاعه يقول السماء ما تنزليش مطر تقول له حاضر بعد ثلاث سنين ونص طب نزلي مطر تغرق الدنيا معك مطر هل تدرك ان صوتك ده لو دخل في المسيح تقول كلمة فتسمع عليك السماء وتسمع عليك الارض وتستطيع انك تحرك كل شيء بالصوت اللي جواك تذكر الكلمة اللي قالها الكتاب عن موسى او قالها ربنا لموسى النبي انا اكون فين انا اكون فين في فمك انا اكون في فمك او تفتكر البقء ده عشان تشرب بزيز الكوكولة ولا تاكل سندويتش ولا حاجة البقء ده عشان يسكن الله فيه فالكلمة اللي طلع من بقءك تبقى كلمة ربنا فقدس بقءك مش مجرد تحفظ لحنه وتقوله لا المسيح جواه لإلهنا كل ما يجده كرامة من الآن وإلى الابد دامي ترجمة نانسي قنقر جدا ترجمة نانسي قنقر جدا كلمة